بقرة ضيف وسنناقش فيها انطلاق أشغال المائدة المستديرة حول النزاع الإقليمي بخصوص الصحراء المغربية مشاركة وفد مغربي يرأس وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة ذلك استجابة لدعوة المبعوث الشخصي للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة هورس كولر لكل من المغرب والجزائر بوريزاريو وموريطانيا رحبنا الرباط بها الدكتور عبد الرحيم منار سليمي رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني مرحبا بكم أستاذ سليمي أهلا استعبدوا بداية ما هي طبيعة السياق الذي تجري فيه هذه المباحثة هذه المائدة المستديرة بين أربعة أطراف بعد توقف منذ 2012 نحن أمام سياق مختلف عن آخر لحظة توقفت فيها اللقاءات أقصد سنة 2012 نظام دولي مختلف فيه توازنات جديدة فيه تحديات جديدة هي على الأقل تسعة تحديات فيه مخاطر مختلفة تؤثر على المنطقة أيضا أمم المتحدة زاوية النظر إلى النزاعية مختلفة نحن أمام أمين عام جديد مختلف عن الأمين العام السابق يضر هذا من خلال تقاريره وأيضا أمام مبعوث أممي مختلف عنه السابق أكثر من ذلك نحن في منطقة تحدثت إقليميا تتغيرت فيها طبيعة المخاطر وتغيرت فيها طبيعة التوازنات لهذا نقول نحن أمام سياق جديد لهذا اختار المبعوث الأممي هذه الصيغة محادثات مائدة مستديرة يحاول أن يدفع من خلالها أو أن يبحث عن مصار مستقبلي من خلال عملية سياسية وهذا يظهر من خلال التأطير لأن هناك تأطير لهذه المائدة هذه المحادثات يظهر من خلال المحاور التي وضعت والتأطير هو انطلاقا من قرار مجلس الأمن قرار 2440 قرار الأخير نعم يبدو أن هناك تحولات تعبر عنها قرارات مجلس الأمن منها القرار الأخير 2440 كيف تؤطر هذه التحولات مائدة جنيف المستديرة منذ 2012 هناك على الأقل تماني قرارات آخرها القرار 2440 وهناك لغة مختلفة تغيرت بمعنى لغة مجلس الأمن هي تغيرت هناك إشارة أولا النظر إلى أن الأمر يتعلق بنزاع إقليمي وهنا أقف على فقرة فقط لما يشير مثلا إلى مائدة جنيف هو يقول ستناقش فيها الأحداث الأخيرة والتطورات الإقليمية والعملية السياسية وهي تقريبا جدوى الأعمال الموجود اليوم أكثر من ذلك هناك عملية تغير لما غير صفة الجزائر من مراقب إلى طرف مباشر هناك في القرار 2440 إشارة إلى الجزائر ست مرات ثلاث مرات بطريقة مباشرة وثلاث مرات بطريقة ضمنية إذن هناك تغيير كبير مثلا من يعود ويحلل سأقول مثلا القرارات منذ سنة 2007 المرجعية باتت هي سنة 2007 لما قدم المغرب مقترح الحكم الداتي هناك تحول في قرارات مجلس الأمن كلها المتعلقة بنزاع سحراء منذ البداية تقريبا هناك تغيير يصل إلى 95% تغيير كبير أكثر من ذلك هناك إشارة تريد مرات متعددة وهي إشارة إلى الواقعية هناك عودة إلى استنتاجات فالسوم في سنة 2008 لما قدم الأمين العام أندك تقرير لمجلس الأمن منطلاقا من تقييم قام به المبعوث الأممي أندك فالسوم فهو يشير إلى الواقع يشير إلى ما كانت تطالب به الجزائر والبوليزاريو يقول بأنه مستحيل إذن هناك تحول وهناك اليوم تعطير جديد انطلاقا من هذه المقومات القانونية التي يشير إليها قرار له صغة مديلة بالصغة التنفيذية وهو القرار 24-40 نعم دعنا نتوقف عند مكونات الوفد المغربي ما طبيعة الرسائل التي تقدمها مكونات الوفد المغربي المشارك في طاولة جنيف المستديرة أعتقد بأن العالم اليوم يقف على رسالة أساسية وهي التمثيلية الديمقراطية هناك الذين يمثلون ساكنة الأقالم المغربية الجنوبية يحضرون أتحدث هنا عن رئيس مجلس جهة الداخل ورئيس مجلس جهة العيون وسيدة ممثلة لتنظيمات المجتمع المدني إذن هي الرسالة الكبيرة التي حملها المغرب إلى المنتظر الدولي والكل يعرف بأن البوليزاريو ظل ينازع تقريبا منذ سنوات يحاول أن يبحث عن صفة لا يملكها يحاول أن يصنع من خلال سواء الذهاب إلى محكمة العدل الأوروبية أو غيرها اليوم هناك ممثلين يحضرون في هذه المحادثات ممثلين بطريقة ديمقراطية هنا أقصد ممثلي ساكنة الأقالم الجنوبية هذه أكبر رسالة التي يبدو بأنه المجتمع الدولي تصل إليه اليوم هذه يمكن أن نعتبرها تحول كبير في الملف وقد لاحظنا بأن البوليزاريو منذ البداية حاول أن يشن حرب إعلامية على هذا النوع من التمتيلية التي يدخل بها المغرب ولكن دعني هنا أقرأ هنا إشارتين الإشارة الأولى هذا النوع من التمتيلية الديمقراطية الذي يصل إلى العالم لأن العالم يتحدث بالديمقراطية ويتحدث تمتيلية الساكنة ساكنة المناطق الجنوبية المغربية المسألة الثانية إشارة أخرى وهي أن هذه التشكيلة تحمل مقترح الحكم الداتي هناك السيادة المغربية وهناك مقترح الحكم الداتي هذه هي رسالتين مركزيتين يصلان اليوم إلى المنتظم الدولي وهو يتابع ما يجري داخل هذه المحادثات بدأنا أن توقف عند مضمون برنامج الذي يقترحه المبعوث الأممي على الأطراف يعني كيف يمكن قراءة مضمون هذا البرنامج كيف نفهمها البرنامج يشير إلى محادثات بمعنى أن هناك انطلاقة جديدة بمعطيات مختلفة عن الماضي مسألة أخرى وهي أن هناك العبارات التي وردت في القرار 24-40 هي حاضرة في هذا في جدول الأعمال هناك عملية تقييم لما جرى منذ تقريبا سنة 2012 هذا عادي ثم هناك مسألة أخرى وهي مناقشة التطورات الأخيرة ومناقشة التطورات الإقليمية وهنا مسألة التطورات الإقليمية هي تهم الأطراف الأربعة الموجودة يجب أن ننتبهها جيدا إلى هذه العبارة لأنها تشير بأن هناك أطراف أربعة أولا وهي تشير أيضا بأن النزاع هو نزاع إقليمي وتشير إلى مسألة أخرى بأن الأمر يتعلق بنزاع بين المغرب والجزائر التي قلت بأنها تمت ترقيتها داخل قرار مجلس أمن من مجرد ملاحظ أو مراقب إلى طرف مباشر إذن هذا يقرأ من خلال جدول الأعمال الذي يحاول من خلاله المبعوث الأممي أن يقوم بعملية اختراق للقيام بتحريك العملية السياسية مسألة أخرى كيف نفسر دعوة المبعوث الأممي الأطراف إلى عدم الإدلاء بأي تصريح وأن المبعوث الأممي نفسه ومن سيقدم إحاطة بعد نهاية اليومين من هذه المائدة المستديرة نحن أمام مبعوث أممي له خبرة ديبلوماسية ولا ننسى بأن الأمر هو يتعلق باختبار له بمعنى هو ينظر أمامه إلى المسائل التي وقعت مع مبعوثين سابقين لهذا ويحاول أن يحافظ يحاول أن يبني نوع من التقى ويحاول أن يكون هو الناطق الرسمي باسم هذه المائدة لهذا يحاول أن يجعلها أولا مغلقة ألا يدل أي طرف بأي نوع من التصريح لكي يبني عملية التقى وهذا معروف في اللقاءات الديبلوماسية التي تكون بهذا الشكل الكبير وقد لاحظنا مثلا بأنه حتى الجلسات فهي ليست جلسات طويلة لهذا فهو يمكن أن نعتبره بأن الأمر يتعلق باختبار يحاول أن يبني من خلاله نوع من التوجه نحو المستقبل كل هذه إشارات هي مرتبطة بنوع من الخبرة الديبلوماسية لدى المبعوث الأممي دكتور عبد الرحيم النرسيمي رئيس المركز للترسيل لدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني كنت معنا مباشرة من الرباط شكرا جزيلا لك